وزارة الاقتصاد تمنع حتى 2000 يورو لمن يقوم بإصلاح منزله في النمسا الحقيقة الموضوع ده من أول يوليو القادم حيتم عملية منح لل أصحاب الشغق أو المنازل اللي بيقوم بصيانة من 50 يورو لغاية 2000 يورو وإن كان 500 يورو من 500 يورو أعتقد من 50 ما بين 50 و2000 يورو هنا بيقول الخبر وده لغاية سنة 2025 السنة ده تكون 2000 السنة الجاية تبقى 1500 شايفها عملية مساعدة مش حاجة مش وحشة وبتساعد برضو عملية الواحد ممكن يقوم بعمل بنفسه جاهز أن انت تشتري المواد الخاصة وانت تعمل المجادة هنا أصروا هن فعليا أن هذه المساعدة خاصة للحرفيين ما يعني لما أنت بتجيب شركة عم تعمل لك دهان عم تعمل لك صيانة ما في منزلك وعما تقوم بتحرير فاتورة يعني عم بتعطيك فاتورة على سمسال 10 ألاف يورو يعني الـ 2000 يورو أنت إيبت بتأخذها لابا تكون أنت فعليا دافع فاتورة صيانة طبعا الصيانة ليست كلها أجور صيانة إن كانت ما بين ما بين مواد ما بين أجور عمال إذا كان عندك فاتورة 10 ألاف يورو ممكن تحصل على 2000 يورو حتى أحصل يعني تقريبا فينا نقول نحن في عنا 20% تمويل من قيمة عملية الأصلحة يعني هي بشكل أو بآخر أكيد هي شيء مساعد ليس شيء يعني أنه المبلغ الكبير ولكن فعليا شيء بساعد اللي فعليا هو داخل لو في مساعدات برضو قبل من أول 1-4 برضو العملية الصيانة الكبيرة بقى سواء مثلا السقف البيت بس الأساس فيها أن تكون الإصلاحات اللي أنت قمت بيها بتساعد على تخفيض استهلاك الطاقة نعم ما دا شيء آخر نعم يعني دا دي مساعدة بس دي بصورة أكبر فيعني فيعني شيء جيد سواء تغيير شبابيك نعم صحيح صحيح نعم شيء آخر السقف المهم أن أنت تعمل أعمال في البيت بتاعك بيعمل عملية تخفيض لاستهلاك الطاقة برضو الدولة بتقوم برضو بعمل دا على مستوى النمسا ككل يعني دا فيه البندو أديش قيمة التمويل هي فيها أو مساعدة لا التمويل مش هما النسبة النسبة مش يعني أنت المفروض أن أنت فيه طلب بتدخل تقدم عليه بتقول أنت هتعمل إيه هيتكلف كام وهما بيحددوا لك النسبة يا إما هياخدوا يدفعوا النمسا تدفع تدفع لك تقريبا 40% من قيمة القصة اللي أنت هتدفعه لمدة 5 سنين أو تاخد مبلغ مالي مرة واحدة مساعدة فيه على مستوى الولايات وفيه على مستوى النمسا الموضوع داو من أول واحدة 4 أقر جميل جدا نمسا